السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة سلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حيك الل tioها Bonjour الله يواجهك بالراحة الليل هيل الله يتنسوا الله الله يتنسوا الاعجاب والاشتراك سيديو والاشتراك سيديو الله أكبر الله أكبر في هذه الليلة جمعين يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم الجميع مرض المسلمين يا ربي يا كريم سيدة ردوان الله يجزك بخير الله يعومك بارك الله فيك يا ردوان واسم جميل ردوان مشتق من الرضا رضي الله عنهم وردوا عنه السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله را كل واحد له من اسمه نصيب وافر وكبير بارك الله فيك يا ردوان ردوان هذا شاب شاب من در البضاء أولى على ما ممكن تميزه أنه مرض الولدين يكفيه فقط أن تكون مرض الولدين الشيء الأخر من سولوا عليه ليه عنده الرضا للولدين را عنده الوسام الرباني الإلهي عنده وسام الرضا وسام العز وسام الكرامة من عند الرحمن الذي قال وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّهِ بسي ردوان يتصل بإداءة لكي لا يسأل عن نفسه ردوان ما قال لي هو له لا رسول ما قاش نشابون عندي أزمة ونشابون عندي غلب نزمان ونشابون عندي أزمة عاطفية ونا وقع لي كدام ودو ونقصد تبدل لحقوق الرجال لصالح ما قال هذا الكلام ردوان همه آخر همه والديهم اللولين والديهم بغاليهم الرحمة وبغاليهم المفيرة وهمه أيضا الأمة الإسلامية شوف على همشة العظيم شوف هدو من الرجال الرجال لعدهم همه عالية كيلا كنت تسمعه في المقهى كيبدي جبن تلك القيل والقال دي الأمور تافهة أمور تافهة في الحياة والقيل والقال ما أكتره شوفوا على صفحات الفيسبوك أشكي وقع على صفحات الأنتاغنة أشكي وقع على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ما الذي يحدث نسخ القروني هدو المواقع التواصل الاجتماعي وهذا الفيسبوك ماش يكون تواصل بناء ويكون واحد الحوار اللي هو يشفاف واللي يكون عنده مبادئ سامية فيها قيم نبيلة كالأخوة والتضامن والتعامن ولكي نضع اليد في اليد لكي نقرر السلام في العالم ونقول لا للعنف لا لسفك الدماء لا للتصابق نحو التسلح الميزانية للدول أنهكت لصالح دول عظمى والدول الفقيرة عندها عندها فقر وعندها حاجات في التعليم والصحة والتشغيل والتمدرس وغيرها هكذا كان ينبغي أن يكون هذه المواقع لكن الآن كالقيل والقال ومسائل تافهة أخونا سيردوان وهو يتكلم بمحطة إدائية ترى بأن له همة عالية والهمة العالية تدار من كلام الإنسان فتكلم عن الوالدين ديولو وهني قال لك أخي ردوان والله عمرك تخيل لك يجعل الوالدين هما أولوية الأولويات هذا عمره مغل يخيب لماذا؟ حتى عنده ضمانة من عند الرحمن أن ربي عز وجل ليكرموه وأن ربي عز وجل ليعزوه أخي ردوان الوالدة الله يشفيها ويعفيها الله يطب في الغيب الله يمتع بالصحة والعافية وتمام العافية وترح فيها البركة وتبقى بحل ترية جمع الشمل للعائلة ومضويع لهم والوالد الذي غادر الحياة فين هو الآن؟ بجوار الرفيق الأعلى أموتنا بجوار الرفيق الأعلى معززون مكرمون نحن حزنين فقط للفرق عيننا ما تبقى تشوفهم ولكن نحن إطمئنان بأنهم في رحمة الله الوسعة معززين مكرمين منعمين لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فتح لنا باب الأمل على مصرعيه وقال من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه أدخله الله الجنة وحرم الله عليه النار كل من قال لا إله إلا الله من قلبه صادقا أدخله الله الجنة وحرم عليه النار الحمد لله أموتنا قالوا لا إله إلا الله وقالوا محمد رسول الله وقرأوا القرآن وصلوا الخمس صلوات وصابوا رمضان ومن من حج بيت الله الحرام وفعلوا من الحسنة ما لا يعد لا يحصى إذن فالحاصل أنه في رحمة الله الواسعة أسأل الله أن يرحم والدك ويسكنه فسيح الجنات وأن يجعله في أعلى عليين وأخنا ردوان عنده حس حس في الانتماء للأمة الحس الأكبر هناك الحس الوطني اللي هو يخسكنا عندنا جميعا الانتماء للوطن والعالم الوطني والنشيد الوطني والمكتسبة للوطن هذا ضروري ومؤكد والذي لا عنده ما عنده هذا الإحساس فهذا ضائع وهذا شارد وهذا يخشى عليه لكن لا ينبغي أن ننسى بأن عندنا أيضا إحساس للانتماء للأمة الإسلامية التي قال فيها رب العزة كنتم خير أمة أخرجت للناس نحن ننسمي إلى أعظم أمة وهذه الأمة هي لقل فيها ربنا عز وجل وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ هذه الأمة ربما شاءت الأقدار أنها اليوم ضعيفة وأنها اليوم ممزقة وأنها اليوم متشردمة وقد نجح الأعداء في ذلك نجح الأعداء لأن لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بهذا قال لك تتكالب عليكم الأمم كما تتكالب الأكلة وإلى قصعتها قالوا أو من قلة نحن يا رسول الله قال لا بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غتاء كغتاء السيل غتاء كغتاء السيل فقالوا ما معنى يا رسول الله قال يلقي الله في قلوبكم الوهن أقل ما الوهن قالوا قال لهم حب الدنيا وكراهية الموت الآن الأمة الإسلامية ضعيفة فيها تخلف كبير نسبة أمية كثيرة نسبة طلاق كثيرة نسبة شرود كثيرة في مسيرات ربيع عربي صار خريف أسف كل الدماء نزاعات من كل جانب وهذا إن شاء الله لن يستمر لن يستمر أبدا لماذا؟ لأن ربنا عز وجل وعدنا بأن هذه الأمة سيقيد لها رجالا ونساء علماء وصالحين ومرشدين وخبراء كل من موقعه سوف يعمل على إرجاع هذه الأمة إلى سالف عزها وإلى سابق مجدها وإحنا في المغرب العزيز وهذه الأيام نحتفل بذكرى المسيرة الخضراء المدفرة التي قادها جلالة المغفور له العبقري الكبير الحسن الثاني طيب الله تراه وهي قيادة عظيمة مسيرة خضراء مستلهمة من سيرة النبي المصطفى الذي عند دخول مكة المكرمة صار مسيرة في خمسمائة كيلومتر من المدينة إلى مكة ودخل إليها وقال ماذا تظن أنني فاعل بكم قالوا أخ كريم وابن أخ كريم قال فاذهبوا فأنتم الطلقاء ثم جاءت عبقرية الملك الملهم محمد استيس حفظه الله تعالى ورعاه وشفاه وعفاه وجاءنا بما يسمى بالحكم الداتي كحل للنزاع مفتعل على أرض الصحراء وإن شاء الله تعالى عدنا إن شاء الله طموح بأننا نتقدم إلى الأمام عملا بقول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا نأمل إن شاء الله تعالى اقتراحات أيضا على الصعيد الوطني بأن نسعى للاتحاد المغاربي للمغرب العربي الكبير لكي هذه الشعوب الحدود التي بينها مستنعة وهذه الشعوب تجمع بينها الأخوة تجمع بينها الإيمان يجمع بينها جغرافيا ويجمع بينها التاريخ المشترك لها قبلة واحدة لها رب واحد لها مصحف واحد لها نبي واحد ولها مداغب واحدة كلها إسلامية ونحن ننحو إلى أن نصعد إلى التجمع والتكتل من جديد نحن نلقى الأمم الأخرى تتجمع الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي أوروبا تتحد في مجموعة من الدول الولايات المتحدة الأمريكية 52 ولاية اتحدت فيما بينها وكون التكتل قوي لاتحاد السوفيتي داروا اتحاد كبير نحن الأمة الإسلامية أريد لنا أن نبقى هكذا متصارعين بحدود وهنية ونضيع الوقت ونتصابق نحو التسلح ويضرب بعضنا ببعض ويهدد بعضنا ببعض ما هكذا خلقنا وما لي هذا الأمر أوجدنا الله تعالى نحن أوجدنا بأن نكون أقويا اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم ربنا عز وجل ألف بين القلوب لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم التأليف بين القلوب نحن محتاجين علماء الأمة الإسلامية خطباء الجمعة ونحن في ذكرى المولد النبوي الشريف ستكون شاء الله بعد غدين ذكرى غالية عزيزة حبد لو أن خطباء الجمعة في العالم الإسلامي في أوروبا وفي آسيا وفي إفريقيا والعالم العربي يتحدثون على أن رسالة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هي السلم والسلام والوحدة والوئام ثم أن نتعاون في البناء نتعاون في التعمير لأن خلقنا الله من أجل التعمير هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها استعمركم فيها طلب منكم عمارتها والأمة الإسلامية هي كما حباها الله تعالى بخيرات أعطاها تاريخ مشترك وتاريخ فيه إشراقات ومشرف جدا رم بعض الهنات ثم فيه جغرافية مشتركة ممتدة ثم عندنا قيم إنسانية مشتركة وعندنا إحاسس مشتركة ما الذي جعلنا أن نتفرق؟ هناك مخططات خارجية نجحت في الوصول للهدف المقصود نحن الآن علينا أن نعي الشباب في الفيسبوك الشباب في مواقع التواصل الاجتماعي خطباء الجمعة في المنابر الدهات اللي في دروس الوعد والإرشاد الناس اللي هم في الفن وفي الإبداع وفي الأغنية والأنشودة الفرق الرياضية اللي كتغزو الملاعب وكترفع راية الوطنية كل ينبغي أن ننحو نحو الاتحاد أن نكون جميعا الأرض أرض الله والخلق خلق الله ونحن جميعا ينبغي أن نكون على كلمة سوى ونتعالى عن الأشياء التافهة من حدود مصطنعة ومن صراعات وهمية ومن خصومات ومن كده كل هذا ينبغي أن يطوى ولا يروى والأجياء المقبلة للأبنائنا وأحفادنا لا بد أن نخطط لهم ونرسلهم مستقبلا باسما مستقبل فيه الرحمة وفيه الخير والأرض خضراء والسماء زرقاء والعطاء الربان من كل جانب ما علينا أي الأحباب الكرام إلا أن نتعاون فيما بيننا وقبل ذلك لا بد أن نلتمس العطاء من الله ونكتر من قول دعاء الربوبية يا ربنا كان الصالحون إذا شعروا بتعب وشعروا بعدم توفيق كانوا يلهجون بأصواتهم ربنا 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 اسم الربوبية وربنا عز وجل كان يأتي بالأرزاق ويأتي بالعزة ويأتي بالجلال ويأتي بالكرامات ويأتي بالتوفيق ويأتي بالنجاح ما علينا إلا أن نردد جميعا في كل وقت وحين نقول ربنا فإن أمتنا الإسلامية تستحق منا أن نعمل لها من أجل إيجادها من جديد ربنا اجمع شملنا ربنا قوي شوكتنا ربي ربنا انزع الحقد من قلوبنا ربنا اجمع اجمعنا على كلمة سواء في الرحمة والمحبة والوئام واختم لنا ربنا بالحسن واجعلنا بجوار خير الكائنات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا 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 السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة